الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في حلقة جديدة من برناميكم المفضل في بيتنا مدرسة في قناة مصر للتعليم الفاني ان شاء الله النهاردة هناخد فرح اخر من مواد التصنيع الغذائي فانا مع بعض انه قسم او تقصص التصنيع الغذائي فيه في الصف الثالث سلاسة مواد مادة حفظ وتصنيع اللحوم اللي احنا اخذنا فيها حلقتين عرفنا فاللحوم وانواع اللحوم ثم عمليات الزبح ثم عمليات السلخ ثم عمليات التقطيع والكشف البيطاري قبل والكشف البيطاري بعد عندنا بقى مادة العجان والمخبوزات ثم ايضا في مادة الصناعات الغذائي النهاردة ان شاء الله هنتناول مع بعض في الحلقة دي مادة العجان والمخبوزات واولى حلقتنا في مادة العجان والمخبوزات اعتقد ان مادة العجان والمخبوزات مش مادة جديدة على ابنان وابنتنا الطلبة في مجال التصنيع الغذائي في الصف الثاني كنت بتاخد اربع مواد من ضمنهم تكنولوجيا الحبوب ومواد العجان والمخبوزات وبالتالي انت واخد اساس كويس قوي في عمليات تصنيع العجان او الاساس في بدايات عملية تصنيع العجان بالشكل المتخص اللي ناخده في الصف الثانيس عشان نبقى مع بعض كده عارفين المحتوى فالمحتوى بتاعنا عبارة عن ست وحدات ناخد منهم على الاقل أو نعرف منهم على الاقل الثلاث وحدات الاولى في مادة العجان والمخبوزات الوحدة الاولى في مادة العجان والمجوزات بتتكلم او موضوعها عبارة عن تعريف العجان وبالتالي احنا بنتكلم في العجان لازم اتعرف تعريف العجان تقسيمات العجان ايضا توازن نصف والخلط داخل العجان المجاميع الرئيسية في العجان طرق العجن والخلط المختلفة دي الوحدة الاولى اما الوحدة التانية فبتتكلم عن صراعة الماكارونا والنودلز يعني ازاي نعرف تصنيع الماكارونا ازاي نعرف نصنع النودلز إيه الخيمات اللي بتدخل في الصناعة وإيه العوامل اللي بتأثر فيها عمليات التصنيع وأيضا المواصفات القياسية للمنتج اللي هو سواء المكارونة أو النودلس الواحدة التالتة هي وحدة باب الحلوى الشرقي ولما نتكلم عن الحلوى الشرقي فإحنا تقريبا في الموسم بتاعها اللي هو موسم حلوى المولد النبوي الشريف هي تعتبر من إحدى أقسام أو إحدى منتجات الحلوى الشرقي فهتعرف يعني ايه تعريف الحلوة الشرقية وتعريف الحلوة بشكل عام وايضا العوامل اللي بتأثر على انتاج الحلوة او اختلاف انواع الحلوة هتاخد المواد الخام ايضا بتدخل في عملية التصنيع ثم تاخد امثلة كثيرة جدا لتأسيمات الحلوة ثم تصنيع الحلوة الشرقية بالشكل المفصل وايضا المواصفات القياسية ده كده مجمل السلاسة وحدات اللي احنا ناخدهم فيها العجان والمغبوزات في الترم الاول تعالوا نستعرضوا ممكنها مع بعض عشان نبقى قلناهم وكمان بنشوفهم معنا الوحدة الاولى تتكلم عن تعريف العجان انواعها مكوناتها القيمة الغزائية الطرق المختلفة لانتاج العجان اما الوحدة التانية تعريف الماكارونة الخامات الاولية المستخدمة اشكال الماكارونة خطوات الصناعة المواصفات القياسية للماكارونة العيوب الشائعة كيفية تلافيها الاشتراطات الصحية لتخزين وتداول الماكارونة الوحدة التالتة يعبار عن تعريف الحلوة الشرقية الخامات المستخدمة في الصناعة خطوات تصنيع بعض انواع الحلوة الشرقية المواصفات القياسية العيوب الشائعة وكيفية تلافيها ده كده مجمل السلاسة وحدات اهداف الوحدة اللي احنا هنشتغل عليها خد بالك ان احنا دايما عندك انواع من الاهداف عندنا اهداف معرفية واهداف مهارية واهداف ايضا مجدنية اللي هي عبارة عن مشاركة في العملات التصنيعية سواء مع بعضنا البعض او المشاركة بشكل عام في عملية اليه في عملية التصنيع فبالتالي اللي باتكلم عن اهداف وحدتنا اللي باتكلم عن تعريف العجان يبقى لازم تكون عندك خلفية عن ايه هي العجان والمخبوزات وايضا ايه هي الخامات اللي بتدخل فيه العجان والمخبوزات ولما تتكلم وأقول اللي من ضمن الحاجات اللي بخدها فيه الواحدة الأولى في تعريف العجائن أو بشكل عام عن العجان والمخبوزات فأنت لازم تعرف يا بتنقسم بإيه وعندك مهارة تصنيع عينات من الأنواع اللي بتنقسم إليها العجان والمخبوزات وأيضا دي من ضمن الأداب بتاعتنا أنك تكتسب المهارة في تصنيع إحدى أقسام العجان أو جميعها عشان تقدر تميز بينها وتعرف الفرق بينها إيه سواء في الشكل النظري أو الشكل المهاري والشكل الفن أو التقن اللي انت بتشتغل عليه ده يعتبر جزء من أهداف الواحدة بتاعتنا يبقى أن يعرف الطالب تعريف العجان ومكوناتها ده أول هدف من أهداف الواحدة بتاعتنا إنك كمان أو تدرك أهمية المواد الخامة اللي بتدخل في تكوين العجان ده من ضمن الأهداف اللي موجودة عندنا دي تعتبر أهداف معرفية نبقى أكساب الطالب بقى مهارة يبقى أن تكتب تتكون فيه ده كلم فيه عملية فنية اللي هي تكوين خلطات مختلفة لبعض العجان أكساب الطالب أيضا مهارة تصنيع بعض المنتجات من الخلطات المختلفة للعجان تعريف العجان العجان لما انبصوها بالشكل العام هي ناتج خلط الماء مع وما خصصتش الديق بشكل عام وطبعا الديق هو الجزء الرئيسي أو الشكل الرئيسي فيه أنوال العجان ولكن في بعض مجروش الحبوب نستخدمه إما منفرد أو بالاشتراك مع الديق يعني عندنا مثلا الشعير عندنا مثلا المسحون الحلبة يعني دي تعتبر مسحون أو مسحون من ضمن المسحوات أو المجروش اللي احنا بمستخدمه فيه تصنيع العجان وهتشوف ده لما بنتكلم عن مثلا الخبز البلدي اللي هو اللي بنقول عليه الرحالي أو المرحرح بيدخل فيه جزء المسحون الحلبة مع الديق أيضا فيه دقيق الزرة يبقى أنا لما بتكلم في مجروش الحبوب لأنه عندي أكتر من نوع من أنواع الحبوب بينتج ليه دقيق سواء جاي من الزرة جاي من الأمح جاي من الشعير جاي حتى من دقيق البطاطا جاي المسحون الحلبة فبالتالي دي كلها اسمها مجروش الحبوب يبقى ناتج خلط الماء مع مجروش الحبوب وبينقصين لو عايزة خلصة شواء أول كمان الديق اللي هو دقيق حبة القمح عشان أنتج في النهاية كتلة لها صفات المرونة والمطاطية يبقى ناتج الخلط بتاع الماء مع المجروش ده أو الديق الناتج من مجروش الحبوب بيديني كتلة لها صفات المرونة والمطاطية وليه مرونة والمطاطية عشان تديني عمليات الفرد والتشكيل لجميع منتجات العجان والمخبوزات وبالتالي بقول كتلة لها صفات المرونة والمطاطية أمثلة بقى ليها أول البسكويت أول الكحك أول الفينو أول البتزة أول الفطير دي كلها أمثلة للعجان تعال نشوف مع بعض كده نجيب لك أكتر من مصحون أو مجروش للحبوب عشان أنت مش مخصص بس الدقيق اللي أنت شايف قدامك ده قد يكون ليه دقيق ضراء قد يكون ليه دقيق أمحي قد يكون ليه مصحون الحلبة فبالتالي يبقى أنت عارف أن هي ناتج من خلط الماء مع أحد المكونات الأخرى سواء بأن كان ديه مصحون أو الحبوب وغيرها تعطي كتلة لها خصائص وصفات المرونة والمطاطية مثل الخبز والبسكويت والفطير والكيك ودي كتلة من العجائن اللي هي تكوين العجينة اللي ناتج من خلط سواء بقى الماء مع أي نوع من أنواع الدين اللي احنا بنستخدمه اللي بيبقى لها صفات المرونة والمطاطية البداية كده تعريف كلمة الإيه كلمة العجائن أنواع العجائن عشان نصنع أي شيء أو أي منتج من منتجات العجائن والمغبوزات فهي من الأساس عبارة عن ديه ديه مضاف إليه الماء واخد بالك أن فيه بديل للماء بنحل جزء من الماء يأمى بيقى اللبن أو البيض على حسب نوع المنتج اللي انت إيه اللي انت عالي يعني ممكن أنا أعمل كتلة من العجائن أو بنوع من أنواع المنتجات خالي خالص من الماء أو ممكن أعمل بس أحل محله بيقى اللبن أو جزء من البيض عشان هو ده اللي هيديني الإيه اللي هيديني السواء لكن ما فيش مانع أننا أعمل جزء من الماء أضيف له جزء من اللبن أضيف له جزء من الإيه من البيض وكله على حسب المنتجات اللي بتطلع من العجائن والمغبوزات يبقى أنت تبقى مركز أي نوع من أنواع العجائن بيشترك فيه الماء بشكل أساسي قد أنزع جزء من الماء أو أشيله كله وحط محله البيض واللبن هم دول المسؤولين عن جزء كبير جدا من السوائل اللي بيتم من خلالها إنتاج العجائن والمغبوزات مع مجروش الحبوب اللي احنا تكلمنا عليه وهنا بقى هنبدأ نخص الشوء نتكلم عن الدييه الناتج من حبوب القمح لأن معظم المنتجات اللي احنا هنشوفها غالبا هتبقى عبارة عن دييه ناتج من حبوب القمح سواء بقى أن كان قمح قوي أو قمح ضعيف أو قمح متوسط فبالتالي هنتعامل بشكل مجاشر مع الدييه بشكل عام بجميع أنواعه وجميع استخلاصاته أو استخراجاته وبالتالي لما يقسم بقى العجائن والمغبوزات فيه ثلاث أنواع رئيسية من العجائن والمغبوزات تندرج بقى تحت بند خلط الماء مع الدييه ركز بقى معايا كده فيه ثلاث أنواع من الأقسام هتندرج تحت ناتج خلط الماء مع الدييه مع الدييه أيضا عشان ندي نفس الكتلة اللي هي الأدام ديه اللي هيبقى لها خصاص المرونة والمطاطية على حسب أيضا نوع المنتج وعلى حسب نوع الدييه اللي دخل في عملية التصنيع سواء كان ديه قوي أو ديه متوسط أو ديه ضعيف أول حاجة العجائن السائلة العجائن السائلة يعتبر قسم من أقسام العجائن العجائن السائلة ركز عشان أنه انتفقت معاك أنه انت في بداية العام الدراسي في كل مادة هيكون معاك نوت كده بنسجل فيه أسئلة وارد تجيلنا فيه الأجزاء اللي بنتكلم فيها في كل حلقة من حلقاتك فممكن يجي لي سؤال مباشر يقول لي يعرف كل من العجائن السائلة العجائن المطاطية العجائن الجامدة أو يقول لي السؤال قارن بين كل من العجائن السائلة العجائن المطاطية العجائن الجامدة فلو أنا ركزت كويس قوي عرفت إيه هي العجائن السائلة فانا هقدر اجاوب بمنتهى البساطة على التعريف وايضا على المقارنة او التفريع ما بين انواع العجائن المختلفة العجائن السائلة ركز معايا هي ناتج خلط كمية من الماء ناتج خلط كمية من الماء وكمية مساوية من الدين ناتج خلط كمية من الماء وعايز بقى تاني هافصل لان دلوقتي الماء هو اللي هيبقى الفيصل فانا هبدأ بلدي ايه او ناتج خلط كمية من الدقيق وكمية مساوية من الماء ازاي يا مستر يعني لو ضفت كيلو من الدقيق اصاده لتر من الماء يبقى لو ضفت كيلو من الدقيق اصاده لتر من الماء دي اسمها عجائن ايه عجائن سائلة كمية ايه كمية متساوية ما بين ايه يا مستر وايه ما بين الدقيق والماء يبقى انا لو عندي دقيق واحد كيلو فانا هضف له واحد لتر من الماء مع اضافة مع اضافة إما خميرة الخباز عشان أنتج نوع من أنواع العجائن السائلة زي الخبز البلدي أو إضافة المواد الرافعة الكيميائية عشان أنتج نوع من أنواع العجائن السائلة اللي هو عبارة عن الكيك يبقى عندي صنفين أو نوعين ممكن بمثال حي العجائن السائلة إما الخبز البلدي أو تاني الكيك في كل الأحوال هتقول لي هتوى الكيك أنا بحط فيه مصطر ماء أقول لك ركز لما جيت أقول لك هقسم العجائن في بداية الحلقة لما إحنا بنتكلم قلنا إن قد أنزع جزء من الماء أو الماء كامل وأحل محله بالبيض ففي صناعة الكيك من المتعارف عليه إن أنا بضيف مثلا لو قلت الكيك الإسفنجي كميات متساوية ما بين الدقيق والماء والسكر البودر فلو أنا بضيف كيلو من قد دقيق فأنا مطالب إن أنا أضيف وزن مساوي من البيض عشان يديني السواء اللي أنا عايزة طب هو يسويها قد إيه في حالة لو أنا بصنع كيلو من الدقيق هعمله كيك عجينة سائلة فأنا بضيف حوالي 21 بيضة على اعتبار إن وزن البيضة المتوسط بتاعها من 45 إلى 50 جرام فبالتالي أنا هضيف له حوالي 21 بيضة فهتحل محل الماء فهبقى العجينة عندي سائلة مش مانع لو العجينة عندي متكتلة إن أضيف جزء بسيط قوي من إيه من اللبن واخد بالك ده بيعمل كتما لي العجينة فبالتالي يكون حازر قوي في عمليات التركيب خصوصا لو أنا بصنع عجينة سائلة زي عجينة الكيك يبقى إذن عجينة سائلة كمية من الديق وكمية مساوية من الماء مع نزع أو إضافة جزء من البيض أو اللبن بجانب الماء عشان أنت جنوعين منهم مثالين يأما الخبز البلدي أو الكيك في حالة الخبز البلدي بنا هستخدم في عمليات التهوية أي إدخال الهواء والغاز الخميرة البلدي أو خميرة الخباز أما في حالة الكيك فنستخدم المواد الرافعة الكيميائية أشهرها مثالا هو الباكينج بودر يبقى إذن تعال نشوف مع بعض كده تتكون من خليط متساوي من الماء والدقيق ويستخدم بتهواتها خميرة الخبيز أو مسحوق الخبيز عند هذه خميرة الخبيز سواء الخميرة الجافة أو الخميرة الطرية أو أستخدم المواد الرافعة الكيميائية باكينج بودر باكينج سودة باكينج نشادر كل دي النوع من أنواع المواد الرافعة الكيميائية مع إحلال جزء من الماء بالبيض أو اللبن مع إضافة طمعنا السكر عشان لو أنا بضيف خميرة خبازي بأنا لازم فيه مصدر سكري تتغذى عليه الخميرة مثال لها الخبز البلدي أيضا مثال لها صناعة الكيك تعالوا معايا كده هحاول أوريك فيديو هيوريني صناعة الكيك عشان مثال شهير لصناعة العجائن السائلة عشان ما تنساش ده الكيك الإسفنجي الكيك الإسفنجي بقى تقريبا خلطة مساوية من الديق والبيض والسكر البودر في صناعة الكيك غالبا بنبدأ بعمليات الخفق للبيض ويفضل دائما أننا أضيف أو أفصل زلال البيض عن السفار وهنعرف ده بالتفصيل في وحدة صناعة الكيك ولكن مطالب في الجزء العملي بتاعنا أنك تكون على دراية تمة بيع العجائن السائلة أو العجائن المطاطية أو العجائن الجامدة وأيضا أنك تصنع إحدى منتجات العجائن السائلة أو العجائن المطاطية أو العجائن الجامدة فاللي قدامك ده نوع من أنواع العجائن السائلة أشهر مثال ليها يأم الخمز البلدي أو الكيك اللي بتصنع قدامنا ده فدلوقتي واخد كمية من البيض وبدأ يفصل بياض البيض عن السفار وبدأ يعمل عمليات خفق في اتجاه واحد عشان يدخل أكبر كمية ممكنة من الرغوة خد بالك أنه بيكمل حتى الخفق بتاعي لازم أن يبقى في نفس الاتجاه ما بيرجعش لاتجاه معاكس عشان ما يعملش إفراغ للهواء اللي دخلوا في عملية الخفق لما بيعمل عمليات خفق بقى لي البيض اللي موجودة واداني الشكل الكريمي اللي موجود قدامنا ده فهيبدأ يضيف أجزاء من الديق طبعا دي السفار قد يضيفه في النهاية خالص أو قد يضيفه بعد إضافة نسر جزء من الديق ولكن زي ما أنت شايف ما بيحاولش يعمل له عمليات إدخال بالشكل العكسي بيحاول يدخله بنفس الشكل أو نفس الاتجاه بتاع عملية الرغوة في عملية الخفق الأساسية اللي تمت فيها في بداية إضافة زلال البيض وبالتالي هيبدأ يضيف كل البيض اللي كان موجود عندي بيضيف سفارة سفارة عشان ما يخرجش الهواء اللي موجود عندي زي ما أنت شايف وبالتالي هيعمل خفق أيضا مرة تانية كل ده عشان أنا هوصلك في النهاية إلى العينة السائلة أصرع الفيديو شوية كده أنه أضاف جزء كبير جدا أو عمل إضافة للصفار كامل زي ما احنا شايفين مع بعض هيبدأ بعد كده يبدأ إضافة الدقيق بتاعي لو فيه جزء طبعا من نسبة السكريات هيضفها فهيضفها في الوقت ده لو على شكل جلوكوز هيضيفه على شكل جلوكوز لو على شكل سكر بودر هيضيفه على شكل سكر إضافة بقى سواء السكر بودر أو هيضيف معايا الدقيق فبيضيفه في صناعة الكيك هو بيعمل عملية نسر لي تاني بيعمل عملية نسر دي اسميها عملية نسر وهو بيصفف مصف عشان لو فيه جزء من التكتل أو لو فيه جزء من الشوائب بيشيره ولكن بيعمل عملية نسر لي ليه بيعمل عملية نسر عشان ما يعملش تقل على الرغوة اللي تعاملت نتيجة الخفق فبالتالي ما يخرجش جزء من الغاز اللي هو عمله عملية ادخال في الأساس فبالتالي ما يفقتش الخاصية بتاعة صناعة الكيك طبعا بيضيف الكمية اللي هو هيضفها من الدييق بتاعي بالشكل اللي انت بشوفه او الشكل اللي احنا شايفينه ده مع السكر ايضا البودر هينضف بنفس الطريقة عايز في النهاية بريك شكل العجينة اللي طالعها هي نوع من انواع العجين السائلة لو حس انها تقلت معي فهيضيف جزء طفيف جدا من اللبن وزي ما انت شفت قطرات بضع قطرات بسيطة جدا من اللبن لكن اساس الصناعة عندي ان انا ازبط كمية السوائل بتاعتي بكمية البيض المضافة في مقابل كمية الدييق فتبقى مركز في النقطة دي كويس او ادي العجينة هاتيني بدأ يلمها بالشكل اللي انت شايفه هيجهز طبعا القالب معايا عايزك بس تشوفه هو بينزلها من القالب النزول العجينة على شكل خط ده معناها ان العجينة دي عجينة ايه عجينة سائلة تاني يبقى ده نوع من انواع العجائن السائلة الكيك نوع من انواع العجائن السائلة ايضا الخبز البلدي نوع من انواع العجائن السائلة لان ايضا في الخبز البلدي بيضيف كمية من الدييق وكمية مساوية للماء وهتلاقي دايما الخباز او الخراط اللي بيعمل عملية خرط للعجين بتبقى العجينة دايما قدامه فيه صندوق العجين بالشكل المطاطي اللي انت شايفه او الشكل الخيط اللي انت بتشوفه ده في صناعة الكيك ده كان مثال حي ليه صناعة العجين السائلة تعالوا نشوف النوع الاخر او النوع الثاني العجين المطاطي يبقى انت لو وارد جالك سؤال في اللي انت حينعرف العجين السieلة فانت خلاص قريدا عرفت العجين السائلة المثال ليه هشوفته بعينك فبالتالي بقى انت جاهز لي الرد على السؤال فممكن يقول لي عرف العجائن المطاطي وما دام قلت ان الاختلاف في اضافة الماء فانا هبدأ دائما في التعريف بالديق هي كمية ايضا من الديق او ناتج قلط كمية من الديق مع نصف وزنها من الماء يبقى هنا بيتضح اول فارق ما بين العجائن السائلة والعجائن المطاطي يبقى في العجائن السائلة انا كنت بضيف كمية من الديق وكمية مساوية من الماء اما في العجائن المطاطية فانا بضيف كمية من الديق ونصف وزنها من الماء بالمعنى الدارج عشان ابنائنا وبناتنا وكل مشاهدين يبقوا مركزين معايا لو انا بضيف بالمكايل كيلو من الديق فانا هضيف نصف لتر من الماء يبقى كده الموضوع واضح بالنسبة لكل ابنائنا وبناتنا الطلبة ومشاهدين لو هضيف العجائن المطاطية كمية من الدقيق هضيف نصف وزنيها من الماء فلو ضفت كيلو من الدقيق فانا هضيف نصف لتر من الماء خد بالك مع اضافة او نزع جزء من الماء واحلال جزء من اللبن والبيض على حسب نوع المنتج اللي انت هتصنعه ايضا هنا بيتم اضافة الخميرة الفورية او الخميرة الجافة او خميرة الخباز امثلة لها بقى عندنا كثيرا من انواع العجائن المطاطية البقسمات نوع من انواع العجائن المطاطية الفين نوع من انواع العجائن المطاطية البتزا نوع من انواع العجائن المطاطية الفطير نوع من انواع العجائن المطاطية الكروسون نوع من انواع العجائن المطاطية بتحالي نشوف كده مع بعض ايضا تصنع زي العجائن من خلط او خليط من الدقيق ونصف وزنه من الماء مع اضافة الخميرة والسكر اهل الخميرة اللي موجودة عندي و اهل السكر طيب هل ممكن اضافة او استبدال جزء او ممكن استبدال جزء من الماء بالبيض او اللبن لانتاج بعض انواع العجائن زي بقى الفينو زي البقصمات زي خبز الشاي ايضا زي ما قلت الكروسو يعتبر نوع من انواع العجائن كل دي عجائن مطاطية تعالوا مع بعض برضو تاني انا حابب اواريك نوع من انواع العجائن المطاطية اللي قدامي دي مرحلة اسمها مرحلة الضف اللي انت بتشوفها دي مرحلة من نوع جزء من مراحل انتاج العجائن لما تيه تاخد معايا طرق العجن المختلفة دي اسمها العجن بالطريقة الاسفنجية مرحلة دي اسمها مرحلة الضف زي ما انت شايف عندي ادي العجائن بيبدأ يعمل لها عملية وضع لدهون لكن هنا خد بالك العجينة العجينة مش في الشكل السائل اللي انت شاهته فيه العجينة الاولانية اللي هي عجينة الكيك العجينة هنا عبارة عن عجينة مطاطية لها خصائص مطاطية لها خصائص المرونة لها خصائص المقاومة وبالتالي بيتم لها عمليات فرد بالشكل اللي انت شايفه زيك دي اسمها عجائن ايه عجائن مطاطية العجينة تكونها عبارة عن كمية من الدقيق ونصف وزنها من الماء ولا يمكن ولا يستحي يستحيل انه يعمل عملية الفرد اللي انت شايفها دي اذا كانت العجينة بتاعتي عجينة مطاطية ده يعتبر نوع من انواع العجين المطاطية ويتشوف دلوقتي حتى لما بيشد المسلس معاه وبيفرده وبيبدأ يشكل بالشكل اللي هو عايزه اللي هو الكروسول اللي قدامك ده فده ناتج نتيجة ايه نتيجة انتاج عجينة مطاطية بالشكل المطلوب ده نوع ايضا من انواع العجين بتاني كده عشان مع بعض مركزين خدنا العجين السائلة خدنا العجين المطاطية عجين السائلة يا مصدر عبارة عن ايه عبارة عن كمية من الدقيق وكمية مساوية من الماء يعني لو كيلو دقيق مصدها لتر من الماء مع احلال جزء من الماء بيئ البيض او اللبن مع اضافة خميرة الخباز او المواد الرافعة الكيميائي المثال شهير ليه اشوفنا دلوقتي صناعة الكيك الكيك هي نوع من انواع العجين السفنجال بس مش مضاف فيها يا مصدر الماء وانا قلت لك اه يحل محل الماء البيض او اللبن فضاف كمية السوال عبارة عن البيض في صناعة الكيك العجين المطاطية هي كمية من ال دقيق ونصف وزنها من الماء يعني لو كيلو من دقيق وصاده نصف لتر من الماء امثلة شهيرة لها جدا الفينو امثلة شهيرة لها جدا البصمات امثلة شهيرة لها جدا عبارة عن الكروسول الفطار كل دي عجاء مطاطية ايضا ممكن احل محل الماء بجزء من البيض واللبن مع اضافة ايضا الخميرة في حالة لما اكون انا عايز اعمل عمليات تهوية وبالتالي هي ديني الشكل المطاطي اللي انا بشوفه النوع الثالث هو العجاء الجامدة ايضا لازم تعرف تعريف العجاء الجامدة عشان ايضا تعرف تعرف العجاء الجامدة وتعرف الفرق بينها وما بين النوعين السابقين سواء المطاطية او السالة العجاء الجامدة هي عبارة عن خريط من كمية من ال دقيق وسلس وزنها من الماء تاني عبارة عن خريط من كمية من الدقيق وسلس وزنها من الماء يبقى انا لو هضيف كيلو من الدقيق يبقى انا هضيف تلت لتر من الماء وقد استعيد عن التلت لتر من الماء ده باللبن او البيض على حسب نوع المنتج وهنا السؤال اللي هتبادر لزهن كل ابنائنا وابنتنا الطلبة هوا مشاهدين هو يا مستر ممكن اجيب كيلو من الدقيق وحطله ثلته او سلسه اللي له مثلiska تلتمة جرام تقريبا او تلتمة وتلاتين جرام من الماء او اللبن او تلتمية وتلاتين ملي متر من الماء او اللبن لو انا مش هاوزنا هيبقى بالحجوم طبعا زي ما احنا عارفين السوائل فيائل فيبقى باللتر فانا هضيف له تلتمية وتلاتين ملي لتر من الماء او اللبن فهل ده ممكن يكون عجينة هل ده منطقيا اقولك لا طيب وازاي بقى يبقى الكمية دي وتلتهى من الماء او اللبن او البيض وهيديني العجينة دي اه لازم اكمل التعريف مع الاستعادة بجزء كبير جدا من الدهون في تصنيع العجائن الجامدة يبقى في العجائن الجامدة بيضاف كمية كبيرة جدا من الدهون مع العجائن مع اضافة الطلت اللي احنا بنتكلم عليه من الماء واللبن عشان يديني العجينة اللي انا عايزه مثال شهير ليها اوي اللي هي الكحك بتاعنا كحك العيد يعتبر نوع من انواع العجائن الايه العجائن الجامدة مثال ليها اوي نوع من انواع البسكويت سواء البسكويت النشادر نوع من انواع العجائن الجامدة مثال ايضا لها الغريبة نوع من انواع العجائن الجامدة ليه بقول الامثلة دي لان الامثلة دي غالبا انا ما بحتاجش فيها كميات من الماء خالص او اللبن الا بجزء طفيف جدا اللي هو عبارة عن طولت الحجم وبالتالي لما باجي اعمل عمليات عجن لي العجائن الجامدة ما ببدأش بوضع الماء او اللبن اللي هي الطولت ده انا ببدأ بي اضافة الدقيق ومعاه الدهون اللي غالبا قد تصل الى 50% من الدقيق المضاف او حد ادنى 30% مثلا في حالة الكحك البلدي او الكحك بتاعنا بتاع العيد بيضاف نصف الكمية لو انا بعمل كيلو من الدقيق بحط له نصف كيلو من الدهون سواء بقى ان كان دهن نباتي او كان دهن مضاف ليه زبدة بلدي فبالتالي انا بضيف نصفه من الدهون في حالة صناعة البسكويت فبيضاف تلت الكمية من الدهون يعني لو بضيف كيلو له 300 جرام من الدهون او بقى كان زبدة صفرة حسب النوع اللي انت هضيفه فبالتالي هو التلت بتاعه يبقى انت مركز في الموضوع ده تعالي نشوف كده مع بعض العجائن الجامدة تصنع هذه العجائن من خليط من الدقيق وسلس وزنها من الماء ولذلك يضاف اليها نسبة عالية من الدهون عشان اقدر اكون العجينة اللي هي الدهون زي ما انت شايف سواء الشورتنج النباتي او المارجرين او ايضا لو انا هضيف ايه زبدة صفرة او زبدة بيضاء اللي هي الزبدة البلد استبدال الماء بالبيض او اللبن مع اضافة السكر لانتاج عجائن البسكويت والكحك بشكل عام زي ما احنا شايفين دي انواع لها تعالى برضو معايا كده عايز اوريك فيديو ايضا هيوريني نوع من انواع هذه العجائن الغريبة نوع من انواع هذه العجائن غالبا انا بضيف كميات ما بضيفش فيها كميات السواء الا في الاخر خالص فهتلاقي معظم الكميات اللي موجودة عندك عبارة عن الزبدة زي ما احنا شايفين عبارة عن الديق عبارة عن السكر البودر واعمل عمليات تأليب وخلط جيد جدا ديه التلات مكونات بقول لي هذه المكوناتها بيديني النسب بالجرام اللي موجودة عندي لذلك هتلاقي دايما نسب الدهون مرتفعة جدا في صناعة منتجات العجائن الجاملة وبالتالي انا بحل الماء او اللبن او البيض في نهاية عملية التصنيع او في نهاية عمليات الاضافة لما يجي نهي عمليات الاضافة قبل عمليات الخلط تقريبا بضيف الجزء السائل في النهاية خلط ده ايضا زي ما انت شايف هيبدأ يحط الخيمات مع بعضها ويعمل عملية تقليب زي ما احنا شايفين ليه الخيمات في الخلاط اللي موجودة عندي او العجان اللي موجودة عندي الصغير ده زي ما احنا شايفين مع بعض عجن سريع انا هلاقي العجينة لو مش مزبوطة هيدفلها التولت اللي احنا بنتكلم عليه من الماء او اللبن خلي بالك ان ممكن ما اضيفوش خالص في بعض انواع العجان الجامدة زي غريبة على التحديد ممكن ما استخدموش نهائي لكن في البتوفور بينضاف في البسكويت بينضاف في الكحك بينضاف عشان يبقى انت بس مركز معايا كلهم على حسب نوع المنتج المستخدم فيه زي ما انت شايف ضاف السكر انا عايز اوصلك لشكل العجينة في النهاية بتبدأ يعملها عمليات تكوير زي ما انت شايف العجينة دي لا يمكن يتعملها عمليات فرد اطلاق غالبا العجين بتاعتنا دي ما بتعملاش عجينة جامدة دي بتعملاش عمليات فرد اطلاق العجين دي بتعتمد على عمليات التشكيل بالشكل المباشر سواء بالتكوير او بمعدات التشكيل في حالة مثلا الكحك العيد فبالتالي بقى فيه حاجة اسمها الطبعة اللي بتعمل عملية التشكيل كده يبقى احنا نهينا جزء مهم قوي في الحالة بتاعت النهاردة اللي هي تعريف العجائن وانك ازاي تفرق ما بين اصناف العجائن المختلفة اللي هي الثلاث اقسام رئيسية ومطلوب منك انك تصنع احدى منتجاتها في التدريبات العملية اللي هي العجائن السائلة العجائن المطاطية العجائن الجامل عشان نمشي بقى بقية مكونات مادة العجائن والمجوزات لازم تعرف تأثير كل مكون من المكونات اللي بدخل في تركيب العجائن دايما قلنا مع بعض في كل مواد التصنيع الغذائي لازم اعرف الاخيمات اللي بتدخل معايا ايه خصائصها ايه مميزاتها ايه ايضا لو فيه نواحي سلبية ممكن اتلفاها فيه ارخيمات ازاي فلازم عشان تستمر فيه وحدة او مقرر او منهج العجائن والمجوزات لازم تعرف المواد الخام التي تدخل فيه صناعة العجائن والمجوزات خصوصا ان بيجي اسئلة في الامتحان ويقول لي اذكر تأثير مثلا كل من السكر او اللبن او الدهون على تصنيع العجائن والمجوزات وهنا المفروض تقول لي لو زادت الكمية ايه اللي يحصل ولو نقصة الكمية المضافة ايه اللي يحصل تعالي نشوف كده مع بعض وانا استعرض اول الخامات دي فالو انا بتكلم في تصنيع العجائن والمجوزات يبقى بالتأكيد اول الحاجات عندي عبارة عن ايه تبقى عبارة عن الدي خد بالك ان انا جايب لك هنا تشكيلة من الدي يعني ايه تشكيلة من الدي يعني اكتر من استخلاص في الصورة اللي موجودة قدامك دي. الديق بشكل عام هو اندسبرم حبوب القمح. لو انا بتكلم عن ديق القمح. هو اندسبرم حبوب القمح. ولما باجي اعمل عمليات جرش لحبة القمح. فبافصلها الى اغلفة خارجية و اغلفة داخلية. ثم الاندسبرم النشاوي لحبة القمح اللي هو عبارة عن النشا والبروتين والاملاح المعدنية والفيتامينات والماء. ديبان انت عارف تكوين الديق. الديق هو الهيكل الرئيسي في العجائن. تاني الديق هو الهيكل الرئيسي في العجائن. طب هو مستر الديق هو ليه الهيكل الرئيسي في العجائن. لان الديق هو اللي بيحتوي على النسبة العالية من البروتين اللي بتعمل لي الهيكل اللي بتشوفه في العجائن. يعني ايه الهيكل? يعني لما اجي اعمل رغيف فانت بشوف هيكل رغيف. لما اجي اعمل الفين فبشوف هيكل الفين. لما اجي اعمل الكيك بتشوف هيكل الكيك. اللي هو الهيكل بتاع المنتج اللي موجود عندي. ايه اللي بيعمل الهايكل ده البروتين الموجود داخل الديئ اللي موجود عندي وبالتالي مدام جبنا وذكرنا سيرة الديئ فلازم يبقى انت عارف مواصفات الديئ المستخدم في انتاج العجان والمغوزات خد بالك ان عندنا تلات انواع من الديئ يعني ايه تلات انواع يعني عندنا دقيئ قوي عندنا دقيئ متوسط عندنا دقيئ ضعيف انت يا مستر صنفت الديئ ده بناء على ايه قوي بناء على ايه متوسط بناء عليه ضعيف قلنا انه قوي نتيجة نسبة البروتين اللي هي لا تقلع عن 14% بنقوله انه متوسط لان نسبة البروتين تبقى من 9 الى 11% بنقوله انه هو ضعيف لما تبقى نسبة البروتين اقل من 9% هو البروتين اللي موجود يا مستر في قلب ديئ عبارة عن ايه عبارة عن الجلوتينين والجليادين دول المكونين الرئيسين للبروتين وخلي بالك لما باجي اعمل عمليات عجن اللي هي الخلط اللي تكلمنا عليها في الاول ناتج خلط الماء مع مجروش الحوب اللي هو على رأسه الدي فنتيجة الحركة الدائرية او الحلسونية او الافقية على حسب نوع العجان اللي موجود عندي نتيجة اختلاط الماء بدريع العجان بجسم العجان مع الدي بيحصل تكوين الشبكة الجلوتينية اللي هو البروتين الموجود جوه الدي فيدين الهيكل بتاع العجانة بتاعتي والكتلة اللي انت بتشوفها اللي هي خصائص او او صفات المرونة والمطاطية اللي بتديك العديد يبقى انت فاهم الدي ده عبارة عني طب الدي ايه ايضا ايه مواصفاته الثانية يا مستر اه ادي ده له اكتر من استخلاص استخلاص الحبة الكاملة استخلاص 87% استخلاص 82% استخلاص 72% يعني ايه كلمة استخلاص يا مستر اوضح حالق ووضحها لكل المشاهدين لما بجيب حبوب الامح وبدخلها في المطاحم بتاعتي فبتعملها عمليات جرش بعد عمليات تعديل الرطوبة لها فانا بنزع جزء من الاغلفة الخارجية اللي انا بسميها الرد الخشنة وجزء من الاغلفة الداخلية اللي انا بسميها الرد النعمة ويتبقى الاندسبر النشو كل ما بنزع جزء من الاغلفة اللي موجودة عندي الاستخلاص بتاعي رقمه بيقل لو انا سبت المجروش ده حبة كاملة بنوم معا من عمليات نقل وهز في بلانس فيتر وانزع اي حاجة وسبته على بعض وكده ده اسمه دقيق الحبة الكاملة لكن لو انا نزعت جزء من الاغلفة الخارجية فبوصل لي دقيق 87% المدعوم اللي بيستخدم في صناعات الخبز البلدي فلما انزع جزء كمان من الاغلفة الداخلية اللي هي الرد النعمة فانا بوصل لاستخلاص 82% اللي هو الديق المحسن ايضا المستخدم في صناعات الخبز الابيض اما بنزع خالص بقى الاغلفة الداخلية اللي هي الرد النعمة وابقي على الاندسبرن النشوي اللي موجود فانا بوصل لاستخلاص 72% اللي احنا متعارف عليه اللي اسمه الديق الفاخر المستخدم في صناعات العجائن والمخبوزات الافرانجلي يبا انت كده فهمت شكل الديق طب من ضمن المواصفاته يا مصر اه له نسبة معينة في الرماض بتختلف على حسب الاستخلاص اللي موجود عندي فلو انا استخلاص حبه كاملة يبقى نسبة الرماض بتاعتي واحد واحد من 10% لو انا استخلاص 87% فتبقى نسبة الرماض اللي موجود عندي 9 من 10% لو انا استخلاص 82% فبتبقى نسبة الرماض عندي حوالي 8 من 10% لما يبقى استخلاص 72% الديق الفاخر يبقى من 5 من 10 الى 7 من 10% وتاني يعني يا مصدر نسبة الرماد في اي مادة غزائية نسبة الرماد هي ناتج حرق المادة الغزائية وما تبقى منها من املاح معدنية زي املاح الكلسام املاح الماغنسام املاح الفسفور املاح الحديد اي املاح متواجدة داخل المادة الغزائية لما بجيبها وعملها عملية حرق كامل يتبقى الاملاح اللي احنا بنسميها نسبة الرماد وهي نسبة كاشفة عن الغش فيه الدقيق يا مصدر تاني هي نسبة كاشفة عن الغش في الدقيق يعني لو واحد جاب لي عينة من الدي وقال إن دي استخلاص 72% فبقدر نسبة الرماد ليت نسبة الرماد أعلى من 7 من 10% بنا أعرف إن الدي ده دخل عليه جزء من الأملاح المعدنية أو مخشوش بجزء آخر من الحبوب الأخرى وبالتالي عارف إن ده مش استخلاص 72% ده يعتبر جزء مهم جداً اللي هو عبارة عن الدي أو أول خامة مستخدمة في تصنيع العجان والمخبوزات ثانياً السكر السكر المتعرف عليه لكل أبنان وابنتنا الطلبة ومشاهدين هو سكر السكروس لكن هل هو ده اللي مستخدم فقط في العجان والمخبوزات يا مصر؟ لا عندنا أنواع عديدة وهتشوفها في الحلوة الشرقية باستفادة من السكريات المستخدمة في تصنيع العجان والمخبوزات لنبعمل سيرم أو شربات فقط أستخدم بجانب السكروس الموجود عندي الجولوكوزة أو عسل الجولوكوزة ممكن أستخدم الشراب المحاول ممكن أستخدم سكر الفراكتوس ممكن أستخدم عسل النحل ممكن أستخدم العسل الأسود كل دي أنواع من السكريات أنا ممكن أستخدمها في صناعة العجان والمخبوزات وخصوصاً الحلوة الشرقية أو حلوة الدقيق فبالتالي أنواع كتيرة جداً من السكريات نسبة إضافته إيه هي مصدر في المنتجات بتتروح من أول 1% أو نص كمان من الواحد في المية خمسة من عشرة تصل في بعض الأحيان والمنتجات إلى تلاتين في المية تلاتين في المية مصدر سكريات آه تلاتين في المية سكريات آه تلاتين في المية زي إيه في عجائن دي آه زي صناعة مثلاً إيه صناعة البسكويت ده يعتبر جزء مهم جداً في التصنيع يجي لي هنا سؤال أذكر تأثير السكر في صناعة العجائن والمخبوزات يعني إيه مصدر تأثير السكر في صناعة العجائن والمخبوزات لسه بقول فيه نسبة إضافة بتتروح من أول نص حد تلاتين في المية فلو فيه منتج محتاج تلاتين في المية وأنا بضف له كمية أقل أكيد هيظهر بعض العيوب ولو أنا فيه منتج محتاج مثلاً تلاتة في المية أو اربعة في المية أو خمسة في المية سكر وأنا اديته نسبة سكر أعلى فهيظهر صناعة في العيوب تعالوا نشوف مع بعض كده على الشاشة بتاعتنا أحد المكونات الرئاسية في صناعة العجائن ويستخدم بنسب مختلفة على حسب نوع المنتج تتروح من 1% إلى 30% وباليبن يستخدم سكر السكروز في التصنيع لكن ده مش منع أن عندنا أنواع عديدة زي عسل الجولوكوز اللي موجود قدامي دوت وقد يستخدم بعض السكرات الأحدية زي الجولوكوز في صناعة الحلوة الشرقية السكر المحاول لو تأثيرات عديدة داخل العجائن يعني إيه بقى التأثيرات اللي أنا عايز أقول لك منه السؤال لما يجي السؤال يقول لي أذكر تأثير السكر يبقى لازم أقوله لو نسبته قلت طب لو نسبته قلت يا مصطر إيه اللي يحصل في الصناعة لو نسبته زادت إيه طب لو أنا ضفت نسبة زيادة الأول فأول حاجة يعمل لي هبوط من المنتصف لو أنا بصنع كيكة تاني لو أنا بصنع أنواع الكيكات وضفت نسبة أعلى من السكريات يعملي هبوط من المنتصف في صناعة الكيكة ليه لأن الهيكل اللي هيشيل أو الهيكل اللي هو البروتين بتاع العجينة اللي هيشيل المكونات المحملة عليه اللي منها السكر والدهون لو زادت الكميات دي يعني لازم الهيكل ده بينزل ما بيقدرش يشيل كميات السكر الزيادة فيحصل هبوط من المنتصف طب هو لو مصطر لو أنا نسبته قلت هيحصل إيه هيحصل لون باهت لأن السكر بيكون اللون البني أو الزهبي اللامع في العجائن نتيجة تفاعل ميلرد الاكشن اللي هو مجموعة الهايدروكسين الموجودة في السكرات مع مجموعة النشادر اللي موجودة في البروتين والديني اللون الزهبي للعجائن فلو أنا قللت نسبة السكر أقم واحد معي يحصل إيه اللون اللي يطلع عندي اللون باهت ثانياً بقى لو قللته كمان خصوصاً في بعض أنواع العجائن اللي أنا هدف لها الخمائر هتتغزى عليه عشان تنتج غاز هيبقى الحجم بتاعي أقل ويحصل لي عملية بروز من القمة في منتصف العجان اللي موجودة عندي تعالوا شوف كده مع بعض التأثيرات دي بصور لها في حالة زيادة السكر زمان تشايف أدي كيكة موجودة عندي فنجد إن القوة اللازمة لرفع السكر هتبقى أكبر من القوة الموجودة من معارض الجروتين إلى صبمة فيؤدي إلى هبوط الكيك من المتصف زمان تشايف نتيجة زيادة السكر عن اللازم طب في حالة النقص بقى يا مستر إيه اللي يحصل آه شوف بقى أول حاجة لون باهت زمان تشايف ليه لأنه بيكون اللون الزهبي المعروف البني المعروف العجين الموجودة وبالتالي أنا كده عرضت العجينة اللي موجودة عندي لنقص فيه كمية تفاعل ملير دي أكشل اللون اللي هيكون عنده وكمان هيعمل لي بروز وخمة من المنتصف في العجين فلو واحد بيجي أو أحد بناتنا بقول لي ده ماما جات بتصنع عنهم أنواع الكيكات عندي أو تصنع عنهم أنواع الخبز اللي موجود عندي وفجأة الخبز اللي طلع عندي يا مصر فيه تشققات وطلع له بروز أو عمل زي الهرم من المنتصف كده في النص أقول له أو أقول له ده ناتج من إيه بقى؟ ده ناتج أن انت ما ضفتش السكر بالنسبة الكافية طب هو ممكن أضيف السكر بالنسبة الكافية وتحصل نفس المشكلة؟ آه ممكن يحصل نفس المشكلة طب إيه يا مصر تاني برضو عشان كل أبنانا ومشاهدين يستفادوا معنا؟ لو أنا ضفت السكر بالنسبة اللازمة ولكن ما عملتش عمليات التخمير بالشكل الكامل فبالتالي ما أنتكتش الغاز بالشكل الكافي وبقى العجين زي ما بنسميه كده بالمعنى الدرج النقص خمر فلما يدخل في عمليات التسوية يحصل القمة أو البروز اللي انت شايفه ده واللون البات فبالتالي بقى انت ميز قوي في حالات الزيادة والنقص ايه اللي بيحصل في كل نوع من الخيمات المضافة على سبيل المثال السكر فلو تعرضت انه قال لي اسكر تأثيره فانا لازم اقوله الزيادة عملت ايه والنقص بتعمليه تعالوا نرجع كده مع بعض الشاشة بتاعتنا مع ظهور تبقع وقم زاد بروز في الخبز الناتج زي ما احنا شايفين مع تكون لون باهت ثالثا الدهون الدهون لها انواع عديدة في صناعة العجائن والمخبوزات طيب يا مصدر الدهون نوع واحد لانواع كتيرة جدا في انواع لها مصدر حيواني وفي انواع لها مصدر نباتي الانواع اللي لها مصدر نباتي عبارة عن الزيود بشكل عام لها سواء بقى زيت فلسوية زيت الدرة زيت النخيل زيت الزتون كل دي انواع من انواع الزيوت والزيوت النباتية المستخدمة في صناعة العجائن والمخبوزات قد نعمل عملية هاد راجة ويبتالي نحول الزيوت النباتية الى شورتنج او مسلي صناعي او السمن النباتي لعمليات التشبع للزيوت اه في بقى مصادر حيوانية اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن الدهن خلي بالك مش الزبدة اللي جاء من البن الدهن الحيواني اللي هي الدهن الجموسي ودهن الابقار هو ده نوع من انواع الدهون اه بناخد جزء منه ونستحذبه مع الماء مع جزء من الزيوت يكون لي حاجة اسمها المارجرين اللي بدخل فيه صناعة الفطار ايضا فيه بقى الزبد الاصفر او الزبد القابل الناتج من الالبان ايضا ده مصدره حيواني دي كلها انواع من الدهون ولكن لما اكتكلم في الدهون بشكل عام واقول مواصفاتها بشكل عام في العجائن يبقى واحد هي من الدرجة الغزاية صالحة للاستهلاك الادمي نسبة الحموضة بتاعتها بالنسبة المقررة لها خالية من التزنخ الرقم اليودي هو الرقم المنصوص عليه كل دي اسمها اشتراطات في الدهون المستخدمة في صناعة العجائن لها ادوار ايضا يا مصدر في المنتج اه لها ادوار مهمة اولا هيبتدي الشكل اللامع للعجائن بتاعتي لكن الزيادة منها ايضا قد يحدث هبوط من المنتصف طيب لو انا قللت من الدهون تقلل من تزاجة المنتج بتاعي وتعمل الظاهرة اسمها بيات الخبز او بيات العيش بمعنى لو انا جبت الخبز وسبته لتاني يوم في الفين وبيظهر بشكل كبير لو انا مش ضغف جزء من الدهون او القلبان فبيت فاروي دي اسمها زهرة الايه زهرة البيات تعالى نشوف كده مع بعض احدى المكونات الرئاسية في الصناعة العجائن واستخدم النسب مختلف على حسب نوع المنتج ايضا زي وزي السكر من واحد الى تلاتين في المية وايضا هتقول لي تلاتين في المية او اقولك تلاتين في المية قد يصل الى خمسين في المية في صناعة الكحك على سبيل المثال وممكن يصل الاعلى من خمسين في المية في صناعة الغريبة وعادة بستخدم العديد منها في التصنيع زي الزبدة الصفرة الشورتنج النباتي المارجرين الزيوت النباتية زي ما انت شايف كل دي انواع من الدهون فبالتالي لها مصدر نباتي او لها مصدر ايه مصدر حيواني في حالة بقى زيادة نسبة الدهون يحدث ايضا هبوط من المنتصف زي ما انت شايف مع صغر حجم العجينة اللي موجود عندي او المنتج اللي يطلع معها تكون قشرة سميكة وزيتية على سطح المنتجات يبقى ده في حالة زيادة نسبة الايه نسبة الدهون في العجين عن اللازم طب في حالة يا مصدر لو انا قللت بقى نسبة الدهون اه يتعرض المنتج الى فقد التزاغة سريعا كما ان القشرة تكون زيادة نبات وتقل الهشاشية يبقى انا كده عرضت المنتج للايه لزهرة البات وبالتالي ده ايضا حال نقص الدهون على الكمية اللازمة في عمليات التصنيع رابعا اللبن اللبن من احدى المكونات المهمة في صناعة العجين الموجود ضرورية في كل المنتجات يا مصدر لا مش ضرورية في كل المنتجات بيضاف على حسب اولا زوء المستهلك لما يكون مسموح ان انا اضيف البان خد بالك الكلام ده يعني امتى يكون مسموح اضيف البان ارجع بقى بالذاكرة زي ما انا قلتلك فيه انواع العجين لو انا عندي بضيف كميات من الماء ممكن استعيد عنها باللبن تاني لو انا عندي كميات من الماء بتضاف فانقدر استعيد عنها بجزء من الايه من اللبن امتى ماضفش البان يا مصدر لما يكون المنتج بتاعي اصلا مفيش فيه جزء من الماء المضاف زي ايه المصدر اه زي اصناعت الجرائب انا مش هضيف جزء من الماء خالص زي الكيكل اسفنجي الطبيع بتاعه والشكل المنصوص عليه فيه قواعد التصنيع ان مفيش فيها جزء خالص من الماء والالبان يبقى طالما مفيش فيه جزء من الماء فيه العجائن اذا مفيش البان هضفه ليه لان انا بستعيد بجزء من الماء بجزء من الايه من اللبن او البيت لانه نوع انواع الايه السوائل فيديته ايه افاديته كتير اولا فيه سكر اللاكتوز وبالتالي بيساعد على تغذية بالخامير اللي موجودة وبالتالي ايضا هيساعد في تكوين اللون الايه الزهب Joe ايضا بيرفع من القيمة الغذائية للمنتغ اللي موجود عندي احتواءوا على جزء من الدون بيد اللامع عاليه العجائن والمخبوزات ايضا بيدي اللون الاصفر الزهبي فيه العجائن والمخبوزات تعال نشوف مع بعض كده احد مكونات التي يتم استجدامها محل الماء خد بالك من الكلمة اللي انا كاتبها لك دي محل الماء في بعض العجائن فهو يجعل اللوبابة سقيقة مكتومة بيدي لوبابة مكتومة معجنة في حالة الكمية زادة منه داخل العجائن والمخبوزات تاني مع بعض كده سريعا نرجع نشوف ايه اللي خدنا النهاردة مع بعض خدنا الاول تعريف العجائن ولازم ان تعرف ان هي بس مش ناتج جرش حبوب الامح لا ده ممكن يبقى حبوب الضرة ممكن يبقى حبوب شهير ممكن يبقى صعون حلبة يبقى ناتج خلط ماء مع مجروش الحبوب الموجودة عندي اكون كتلة لها خصائص المرونة والمطاطية انواعها عديدة تأسيمات العجائن عند العجائن السائلة كمية من الدقيق وكمية ممسلة من الماء العجائن المطاطية كمية من الدقيق ونصف وزنها من الماء العجانة الجامدة كمية من الدقيق وسلس وزنها من الماء خدت المكونات يقولها على عصاد دقيق وعرفنا موصفاته ايه خدنا ايه السكر وعرفنا زيادته يعمل ايه ونقصه يعمل ايه في المنتج خدنا ايضا الدهون ايضا زيادته تعمل ايه النقص ويعمل ايه خدنا اللبن في بعض المكونات الاخرى اللي موجودة اتمنى يكون في نهاية حالة النهاردة يكون كل ابنانا وبناتنا